كمبيوتر غرافيكس عن الانيميشن كمبيوتر غرافيكس عن الانيميشن هو كتير عم بتطور هلأ بالأردن وبرى الأردن لما نحكي كمبيوتر غرافيكس عن الانيميشن في كتير ناس بفهموا غلط إنه بس بيور اانيميشن هذا التخصص كتير رح يفيد يعني ذي رياليز ذات بعد ما يتخرج إنه يس اكشلي بفيدنا هدول موادر عم ناخدهم بفيدنا الكودنج بارتس فيه هو يعني إلعه أكتر من مجال ممكن تحكي مالي تحريك الكاركترز وكرياتهم 2D أو 3D وبالجامس مثلا ب3D يعني يعني يجيلي ويتيك رفرنس فم هومانز أو مثلا إذا نسوي الانيميشن نأخذ رفرنس من الانيميشن فإنه يفيد مع الانيميشن بميز كثير جامعتنا والتخصص ببعنا اللي هو الطالب ما بطلع اللي هو بس لنفرد انيميشن أو بس عم بطلع يعني بوغرامر أو whatever اللي بميز التخصص عنه اللي هو الستودنت عم بطلع عم بيعرف مور than one thing من حيث من حيث كودنج بورت من حيث انيميشن من حيث مودلنج حتى كودنج للفيرتش والان دقمانتد ريالتي لانه هدفنا اشي جديد لانه شفنا الفيلد بحاجة لهذا الاشي وشفنا الشركات انه بحاجة لستودنت عارفين بالفيرتش والان دقمانتد ريالتي فاضطرين ان اندخل هدول الاشياء بـ to include them by our courses وبالماتيرات اللي عم ندرسها الطالب لما يتخرج he knows more than one thing وحسب الانترست تبعته اذا هو حابب ان نفرد I love programming for example he can go as a developer to applications or developer to gaming لانه هاد المجال خصوصاً حالياً في آخر فترة الاندرسة كتير كبيرة بالموفيز بالجيم ديزاين بالكومورشالز فهذا بيطيه فرصة اذا هو حاب الموضوع ياخد فرصة تير كبيرة عشان هون بتخصص عنا كان يصبح التعليقات تفتشول الاندرسة بس بالاخر the more you work on yourself the better you get